نروح لرقم تاني نروح رقم اربعة رقم اربعة عندنا الكارت الاصفر الانذار الانذار تعرفه في الكرة ما حد يبقى بفاول جمد شوية كده فقوم يديله انذار عشان ايه لو خاد انذار تاني يطرده بعدها امتى الدكتورة جيهان بقى كده في الحياة راحت لحد كده وديته انذار قدت له خلي بالك خلي بالك وتعملش كده تاني بنزلك المرة دي بس المرة الجاية مش هيبقى كويس بص انا من ناس اللي دايما بتطلع انذار على فكرة انذار هادي زي الحكام عندناك فيه وفيه كده حكام ايديها على انذار يعني ما هقولك انا بدي دايما انذار بس بدي مبرر جنبه يعني عشان التمس العذر للشخص اللي قديني وهو بفضل كده كتير جدا وما بعرفش اطلع كارت الاحمر الا في الاخر والكارت الاحمر بالنسبة لي خلاص النهاية لو انت مش هتشوفه شي تاني موضوع منتهي لكن الانذار طب مين ادي تيلي انذار كده قبل كده يعني في موضوعك او تيلي خلي بالنهم موضوع ده ما حصلش تاني اكيد ولادي مثلا بعمل معهم كده اكيد وانا صغيرة اكيد طبعا تفتكريش موقف معين او حد معين كده قلتيلو عشان حاجة معينة تنزرتي بس خلي قديمة شوية يعني لو ناخد حاجة قديمة ان شاء الله وانت صغيرة خلص اه 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 افتكر ان انا بس انا انذاراتي بتبقى في الاول زي ما بقولك بدي مبررات يعني بفضل بس استيل انذار يعني روحتي قلتيلو لأ ده الكلام ده ما حصلش تاني اخر مرة اكيد في حياتك زوجية مثلا حياتي زوجية الاولى اكيد عملت كده وكنت بدي مبررات ومبررات كتيرة وبدي فرص مرة واثنين وثلاثة لكن بيجي وقت انت خلاص فرص خلصت انتهت معتش لها مجال ودايما الناس بتبقى متعشمة قوي لا يعني اصلها شكلها كيوت وطيبة قوي فها مش تعمل حاجة اه فبيبقى عنده امل ان لا ده هي بتتكلمه بس بيبقى عنده الموضوع اه مش متخيل ان الشخصية الطيبة خلينا ناخد بقى بالانذار عندنا كرة الاحمر كرة الاحمر رخم ستة امتى بقى طب طردت حد من حياتك تماما بقى او طردت على فكرة ممكن ديبقى طرد فكرة يعني واحد ساعت بيبقى فكرة مواناة ما اكتنت منه لفترة مساء او الحاجة او كان مقتنع بيها وفجأة لا طرد الفكرة دي او طرد بناء دم من حياته لا طردت بناء اتنين في حياتي طردتهم كانوا محل ثقة كبيرة جدا بالنسبة لي لكن لتنين خزلوني اصدقاء اه لتنين خزلوني يعني واحدة واحدة للخزلين من شيء صعب جدا على فكرة والجرح من الصحاب بيبقى من القريب بتبقى صعبة شوية طبعا لان انت اديته الثقة وانا من شخصيتي مبجيش الثقة بسهولة لان انت شخصيتك مش بالنوع تدي صيخة اوي لحد لازم ياخد فترة في الفترة الاخيرة يمكن واحنا صغيرين قوي كان عندي مبدأ اللي هو الشخص كويس لحين هيثبت عكس ذلك انا بقيت دلوقتي الشخص وحش لحد ما يثبت عكس ذلك اوكي من كتر التغارب ساعته اه فالتنين دول لا يعني اصروا علي واصروا على كتنين كانت في حاجة شخصية كانت في حاجة شخصية كانت في حاجة شخصية بيني وبينهم والتنين يعني فجأة كانوا خوانة يعني يعني عارف انت كلمة اه يعني خيانة خيانة صعبة صعبة وغدر وزي ما قلتلك ان انت لما بتصق في حد قوي فبتبقى مسالم قوي ومش شايف خالص وعندك مد سخة ضلاء يعني مد سخة اه انت متضلل طبعا فانا الاول مرة في حيتي حس ان انا كنت مضللة بس ترطيهم تماما من حيتي تماما طبعا نهائة تماما لو قابلتهم ولا الهوا فيش خلاص لا ممكن قابلهم اكلموا بس هم اتردوا من جوايا خلاص تردوا خلاص لكن سهل جدا قابلهم وسلم عليهم ووضع معهم عادي جدا اه يعني عادي ممكن ممكن تحصل السياسة برضو ماشي